وقل اعملوا فصار الله عملكم ورسوله والمؤمنين صدق الله العظيم والآن لكتب الأتبارات لا كرار الآن لكتب الأتبارات كهولية والآن جتب كرار السيد رئيس بالمورية المسل العربية رقم 12 سنة 2024 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لارتتاح دير الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول قرار رئيس بالمورية المسر العربية رقم 412 من سنة 2024 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ أصادر برقم الأقل 12 من سنة 2021 قرر المادة الأولى مجلس الشيوخ مدعو للانعقاد في الساعة الثانية ظهر يوم الأربعاء التاسع والعشرين من رابيع الأول سنة 1446 إلى هجرية الموافق 3 من أكتوبر سنة 2024 لإفتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول المادة الثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية عبد الفتاح السينسي رئيس الجمهورية صدر برئاسة الجمهورية في الثانية والعشرين من رابيع الأول سنة 1446 إلى هجرية الموافق 25 من سبتمبر سنة 2024 من مادية والآن لإطلاق قرار السيد رئيس جمهورية المسطة العربية رقم 306 لساعة عشرين وعشرين بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 306 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى نائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2021 وبعد موافقة مجلس الشيوخ قرر المادة الأولى دور للعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ اعتبارا من الوصف الرابع عشر من المحرم ألف واربعمائة وستين واربعين هجرية النفع عشرين من المجلس سنة 2024 ميلادية المادة الثاني ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صدر برئاسة الجمهورية في ثاني عشر من المحرم سنة الف واربعمائة وستين واربعين هجرية الوافقة ثمين عشر من يوم سنة الفين واربعين وعشرين ميلادية والآن لتقلل اعتذارات تعتبر سيدة الله بحياة خطاب عن عدم حضور جلسات المجلس هذا الأسبوع السيدات والسيدة وعلى مجلس الشيوخ الموقرين بسرير قرار فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد اليوم نفتتح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول من المجلس وانتهزوا هذه الفرصة لأرفع إلى فخامته باسمكم جميعا أسمى آيات الشكر والأرفاج والتقدير على كل ما شهدته مصرنا الحبيبة تحت قيادته من إنجازات ونجاحات عديدة في المجالات المختلفة رغم التحديات الداخلية والإقليمية والدولية التي نعلمها ونعيها جميعا وندرب أخطارها وأثارها وأضرارها ونقول بملء فيه لفخامته سر على بركة الله وتوفيقه وكلنا خلفكم نؤيدكم ونوازركم السيدات والسادة أعضاء المجلس المحترمين مضت السنون بنا سريعا وهذا قد وصلنا إلى دور الانعقاد الخامس من فصل التشريعي الأول أربع دوار الانعقاد أنجز المجلس خلالها ما اختصه الدستور والقانون من مهام سواء كانت مشروعات قوانين أحيلت إليه من مجلس النواب أو دراسات برلمانية بما في ذلك دراسات قياس أعطار بعض التشريعات التي قدمتموها وأعددتم عنها تقارير فقرها المجلس أو الجنة العامة وأرسل بعضها إلى فقامة السيد رئيس الجمهورية توجه سياداته مجلس الوزراء باتخاذ اللازم نحوها ويرسل بعضها الآخر إلى سيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعديين فتدارسوها وأرسلوا ردودا على معظمها بما يكشف عن أن أداكم كان محل تقدير من الدولة لما لمسته من تعاون وعمق في الدراسة والتحليل ورغبة في خدمة الصالح العام كما أن رأيكم في مشروعات القوانين التي ناقشتموها كان محل تقدير من مجلس النواب المؤكر أعلنه رئيسه المحترم الأخ والصديق معالي المستشار الدكتور أنا في جوالي الأمر الذي يؤكد كما قلت مراراً على أنق التعاون والتكامل في الأداء مع مجلس النواب لصالح الوطن ولذلك نجدد العهد الذي أخذناه على أنفسنا طوال أدوار المعقاد المنقبية بأن نبدل ما في وسعنا مخلصين لمعاونة مؤسساتنا في استكمال طريق مسيرتنا التنوية على النحو الذي رسمه لنا الدستور والقانون ونرجو من الله العلي القدير التوفيق والسداد يمع فيه خير بلادنا وشعبنا فهو نعم المولى ونعم النصير أسابق الأعضاء المحترمون ونحن نفتتح دور الانعقاد العاج الخامس لدينا أمل في الله عز وجل وثقة في قيادتنا السياسية المتمثلة في فقامة السيد الرئيس الفتاح السيسي أن يتجاوز بمصر هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم الذي لا يكاد يخرج أزمة يدخل في كارثة أشد وضعه وأكثر وبالا على دوله كافة وعلى وجه الخصوص دول منطقتنا ومن تلك الهزمات ذلك العدوان الإسرائيلي فيه الغاشم على قطاع غزة ويعلم الجميع أن مصر تسعى منذ البداية لتحقيق التهديئة وسرعة الوصول إلى الحل السمي عبر المفاوضات بالإضافة إلى أرسالها المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة خلال فترات التصعيد وهذه المواقف دليل دامر على اهتمام مصر الخاص بالقضية الفلسطينية وحرصها على الوقوف ضد كل محاولات تصفيف هذه القضية فهي ليست قضية الفلسطينيين وحدهم بل هي قضية العرب جميعهم ومجلس الشيوخ يشيد على الدوام بالموقف المصري تجاه الحرب في غزة كما نشيد بالموقف المصري تجاه الأدوان الإسرائيل على لبنان والذي يتسم بالرفض والإدامة الواضحة لأي تصعيد عسكري يؤثر على استقرام المنطقة مع حفظ المجتمع الدولي على التدخل الفوري لوقف هذا الأدوان الذي طال المدنيين العزل بالقتل والتهبير القصري والذي يتنافى مع كل قواعد القانون الدولي بل يتنافى مع الإنسانية في الأساس وبالأمس تابعنا رب الإيراني على إسرائيل الذي يرشح لمرحلة جديدة من الصراع الذي قد يؤدي لاتساع نطاق الحرب في المنطقة نتيجة ذلك الأدوان الإسرائيل على فلسطين ولبنان وتأتي أزمة الشقيقة ليبيا في الغرب من حدودنا والتي استمرت لسنوات عديدة وعلى الرغم من ذلك لم تفطر عزيمة الكيادة السياسية عن دعم الشعب الليبي من خلال دعم الاستقرار والوحدة الوطنية الليبية واستعادة الدولة الليبية لسياداتها الكاملة ورب أي تدخل خارجي في الشعب الليبي في الشعب الليبي سلميا وقبل ذلك كله فتحت أبواب الجانوبية لاستقبال الأشقاء من السودان ضيوفا أعزاء على بلده مسعين مصر وفي ذات السياق يأتي موقف المصري النبيل تجاه أزمة السومار الشقيقة والتي عانت وما زالت تعاني من ويدات عدم الاستقرار من خلال تقديم كافة أوجه الدعم الاقتصادي والأمني سياد سيما في مكافحة الإرهاب السابق لأعضاء المحترمون لقد استمرت مصر في التفاوض فيما يخص سد المهضم وفودي سنوات عديدة إيمانا منها دعمية الحيول الجبلوماسية في هضارف مثل هذا الملف وضالما أكدت مصر أن الهضرار بالأمن المائي المصري سيؤثر سلبا على استقرار جتلين وضع المنطقة بأكملها أمام تحدي كبير ومجلس الشيوخ يدعم ويؤيد القيادة السياسية في اتخاذ كافة الإجراءات التي تدفلها الموافق والاتفاقات الدولية في حالة تعرض أمن مصر المائي للدرر كما نجدد تأييدنا ودعمنا لفخامة الرئيس أفتاح السيسي في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري وتأمين سيادة مصر السادة العضاء إن افتتاح دور الانعقاد العاجل خامس لمجلسنا المؤقر يتزامن مع احتفالنا بذكرى غالي علينا جميعا وهي ذكرى ارتصارات اكتوبر المجيدة الذكرى الحاجات والخمسون لهذا النصر المبين فأنتهج هذه الفرصة لأتقدم باسمنا جميعا بخالص التهمية إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة كما نتقدم بخالص التهمية والعزاز لجيش مصر الباصل الذي نصفه دوما بأنه مدرسة الوطنية المصرية ومجمع الأبطال الأدام الذين مفخروا بهم وبدورهم الداعم والمساند دوما للإراضي الشعبية إنما خاضه الجيش المصري من معارك تاريخية طويلة حقق فيها البطولات والانتصارات جعلته واحدا من أقوى البيوش وأفضرها في مواجهة التنظيمات الارهابية التي نجح في لحرها والقضاء عليها بالتعاون والتكاتف مع رجال الشرطة الوطنية المؤمنين برسالتهم المخلصين الوطنين إلى أن ساد الأم والأمان في ربوع البلاد فتحية احترام وتقدير لكل جندي المصري ودعوة صادقة لكل شهيد افتدى وطنه وأمنه واستقراره بأغلى ما يملك وطوبى لهم في جنات الفدوس بالإبن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة حسابة العضاء نضم إلى أسرة مجلس الشيوخ ومجلس النوار زميل العزيز صديق معتز به دائما أساد المستشار محمود فوزي وزيرا لشؤول الميابية والقانونية والتواصل السياسي وهو ليس بغريب علينا جميعا تربطه أكثر وشائج الصلة والمحبة مع العديد والعديد من أعضاء المجلسين ورئاستها ودعونا بإذن الله ندعوه ليتفضل بإلقاء كلمة ونجد أيضا لزاما علينا في هذا الموقع أيضا أن نذكر بكل سعادة وبكل احترام وبكل تقدير معاني الوزير على فؤاد وزير الدولة لشؤون المجلسين السابق لما أداه من دور وطني ودور نعتز به أيضا فكان نعم المعاون ونعم الوصل الذي تم ما بين الحكومة والمجلسين فنتمنى له إن شاء الله استمرارية في موقعه الجديد ونرحب بمعالي المستشار دكتور محمود فوزي لولقاء كلمتي فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم دولة المستشار الجليل عبد الوهاد عبد الرازق رئيس المجلس الموقر الأخوات والأخوة موابى المجلس المحترمين بسم الله وبتوفيقه نبدأ وأعمال الدور الخامس لهذا الفصل التشريعي لمجلس الشيوخ برصيد ضخم من إنجازات كانت ثمرة لجهود معرفة من العطاء المتميز المستنج إلى الفكر المستنير وبسم الله نبدأ وقد جعلتم من خب مصر ومصالح شعبها قبلتكم ومن الحكمة والرشاد أساسا لقراراتكم وما كان ذلك ليتحقق لولا حكمة وحسم قيادة معالي السيد المستشار الجليل عبد الوهاد عبد الرازق رئيس المجلس الموقر وروح الأخوة والمشاركة التي تسود مجلسكم وأجد لزاما علي أن أهنيكم على هذا الأداء المتميز وأن أنقل لكم تحيات واعتزاز دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى منبولي وسائر أعضاء الحكومة لما تحقق من حصاب إسهامكم في البنية التشريعية للبلاد التي استهدقت بناء دولة قوية ورما يملأنا ثقة ويضاعف من قدرتنا على اقتحان ما ينتظرون من قضايا لا تزال تحتاج إلى حلول وتحقيق أمال وضموحات الشعب الذي أولاكن ثقته وفي ممارستكم لدوركم الذي أناطه الدستور بكم كان التزامكم بروح المسئولية للتحلي بالموضوعية عنوانا وتقدير جسامة العبء الذي يقع على عاتق أجهزتنا السياسية والتنبيجية وحسن فهم الجوانب الإيجابية فيها منهجا واستخلاص الدروس من خلال الدراسة العلمية للمشكلات وربق هذه المشكلات بأسبابها الحقيقية ووضع حرور مواقعية لها طريقا وهدفا إن نجاح مجلس الشيوخ في تطوير أدواته البرلمانية التي اتدعت نظام الدراسات البرلمانية للموضوعات ذات الأهمية والخصوصية أمر يستحق الإشارة والإشادة أذكر منها على سبيل المثال التعاونيات، القطم المصري، الشباب وسوق العمل غير رسمي والشباب والذكاء الاصطناعي كما أن نجاح المجلس في تعمل دراسات قياس الأثر التشريعي للقوانين والقرارات التنظيمية والتي تعتبر بحق الفريضة التشريعية الغائدة والتي نبهت الحكومة إلى أهمية تبني بعض مشروعات القوانين مثل قوانين منهاء المنازعات الضريدية وتنظيم صندوق الملكية الخاصة أمر يستدعي أيضا الشكر والتشجيع وإذا ذكرت الدبلوماسية البرلمانية فياجب أن يذكر أنها كانت دبلوماسية مشطة فاعلة نتج عنها آثار إيجابية عديدة لا سيما آثار الاقتصادية منها فساهمت في تكامل جهور مؤسسات الدولة الأخرى في توكيد ودعم أواصر الصداقة والألاقات الطيبة مع العديد من الدول الصديقة وأيضا لم يكن لذلك كله أن يتحقق لو لا تحمل نجلسكم المؤقر لمسؤولياته وإيمانه العميق بأهمية إيجاد الخلول الواقعية للمشكلات ولم يكن ذلك كله ليتحقق لو لا تنوع خبرات أعضاء المجلس وتعدد خلفياتهم الأكاديمية والسياسية والعلمية سيد الرئيس الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الكرام في الفترة المتبقية من عمر هذا الفصل التشريعي وما يطرح فيه من موضوعات هامة تستلزم لنا جميعا حكومة والغفتي برلمان تعاوما وثيقا ومشاركة متبادلة بالرأي السديد والفكر المستمير خاصة في التشريعات التي تمثل استحقاقات دستورية أو تلك التي تصبر عن تكليفات رئاسية أو تلك التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتنفيذ برنامج الحكومة والحكومة تفت تمام الثقة من أن مجلس الشيوخ رئاسة وأعضاء فيما يعرض عليهم من مسائل هم بيت الخبرة ومستودع الحكمة وأن المجلس برئاسته الرصينة الوقورة داعم للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أودعه الشعب أمانته فأصبحت مصر بقيادته منارة لاستخرار ونموذة للتنمية والتطوير والعنران فما قصر على مدانة قطوفه وقصرة أيامه بل كان يجنح دائما إلى المستدام من الحلول ويحرص على ما يمكث في الأرض وينفع الناس دولة المستشار رئيس المجلس الموقر ستجدونني بمشيئة الله تعالى كوزير للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وزملاء من أعضاء الحكومة مرحبين دائما بالتواصل معكم من أجل تذليل أي عقبات تحول بينكم وبين ما ترنون إليه من إنجاز ولن أدخر جهدا من أجل دعم لجان المجلس والعمل على تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات للقيام بدورها وفق اختصاصاتها وسنجد معا الوسيلة المناسبة للتواصل المنتج وفق جدول زمني متفق عليه الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الموقرين طوبى لمن قطعوا العهد على أنفسهم أن يكونوا في خدمة قضايا أمتهم واستعذبوا البذل بلا حدود والعطاء بلا قيود وجعلوا من حب مصر ومصالح شعبها مستودع فكرهم ومن الحكمة والرشاد منارات لمسيرتهم وفقكم الله وبرك سعيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا مع الوزير أسادة الأعضاء بمناسبة بدء دور الانعقاد السنوي العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول أقترح على حضراتكم إرسال برقية إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية والآن أتلو على حضراتكم مشروعها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية يطيب لمجلس الشيوخ مع انطلاق دور عقاده العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول أن يتقدم لسيادتكم بالشكر والعرفان على ما تبدلونه من جهد بلا كلل في خدمة الوطن العزيز وإرساء دعائم التنمية الشاملة التي عمت أوجه الحياة كافة رغم ما تعج به الساحة العالمية من أحداث انجسام أثقلت كاهلة معظم الدول ودمرت اقتصادياتها ومقدراتها فواجهتموها بحكمة واقتدار مما خفف كثيرا من أثارها على المواطن المصري الكريم بحرصكم الشديد على كرامته وحفظ حقوقه وإجباع حاجاته من خلال الاستراتيجيات والمبادرات العديدة التي أطلقتموها في كافة المجالات بهدف التنمية الشاملة والمستدامة التي توفر حياة كريمة وصحية وآمنة لكل المصريين وإذ يتابع المجلس عن بصر وبصيرة تحركات فخامتكم الحكيمة على الساحة الإقليمية والدولية الرامية إلى الحفاظ على السلم والاستقرار فإنه يشيد ويقدر سياستكم الواضحة والحاسمة في حفظ أمن مصر القومي وصون حقوق شعبها ومقدراته من خلال ما اتخذتموه من قرارات وخطوات وما أبرمتموه من اتفاقيات في هذا الشأن يقدرها المجلس ويؤيدها ويدعو الشعب المصري إلى الاستمرار في تأييدها والوقوف خلفكم لنعبر بسلام هذه المرحلة التاريخية العصيبة والخطيرة كما أتقدم مجلس الشيوخ لفخامتكم بخالص التهاني وأصدق الأمان بمناسبة اقتراب ذكر انتصارات أكتوبر المجيدة تلك الملحمة الخالدة التي ستظل شاهدة على عظمة مصر وجيشها في صون حريتها واستقلالها حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير والنصر قطاكم رئيس مجلس الشيوخ هل توافقون حضراتكم على إرسال هذه البرقية موافقة السادة العضاء تقضي الفقرة الأولى من المادة بها واربعة من اللعيحة الداخلية للمجلس بأن يختر كل حزب سياسي له أكتر من عضوين بالمجلس رئيس المجلس كتابة في بداية كل دور انعقاد عادي باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس وعملا بحكم هذه الفقرة فقد أخترني السيد رئيس حزب الوابد المصري بأن الحزبة قد اختار السيد النائب طارق السيد عبد العزيز إسماعيل ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس والسيد النائب سعيد إسماعيل ضيف الله حسين نائبا له كما أخترني السيد الدكتور رئيس حزب مصر الحديثة بأن الحزب قد اختار السيد النائب محمد نبيل سليمان دعبس ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس وأخترني أيضا السيد رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي بأن الحزب قد اختار السيد النائب السيد عبد العال مصطفى كامل ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس والسيد النائب أحمد شعبان حسين السيد نائباً له وعملاً بحكم الفقرة المشار إليها أرجو السادة رؤساء الأحزاب الآخرين سرعة موفاة رئيس المجلس كتابةً بإسم من يختاره الحزب ممثلاً لهيئاته البرلمانية وصلت المعلومة خاصة هذا الجيد السادة الأعضاء وردت لي رسالة من السيد وزير الداخلية يخترون فيها بوفاة المغفور له بإذن الله السيد النائب محمد عبد المنعم زين قرشي عضو المجلس عن دائرة السيوت ولتتل الرسالة الواردة من السيد وزير الداخلية السيد الفاضل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ تحية طيبة وبعد إنفاذاً للمادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي تنص على أن يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة نختر سيادتكم بوفاة نائب محمد عبد المنعم زين قرشي أسيوت وقد قيدت واقعة الوفاة بمكتب صحة أسيوت خامس أسيوت برقم خمسة ألاف وتسعمائة وستة وعشرين بتاريخ العاشر من يوليو الفين وأربع وعشرين وفقاً لشهادة الوفاة المرفقة وإذ نتقدم لسيادتكم ولسادة أعضاء المجلس الموقر بخالص التعازي نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وتفضل بقبول فائق الاحترام محمود توفيق وزير الداخلية السادة العضاء بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره ننعي الزميل العزيز المرحول المرحوم محمد عبد المنعم زين قرشي رحم الله الفقيد العزيز صاحب السيرة العطرة والذكرى الطيبة وإن لله وإن إليه راجعون وإني أدعوكم للوقوف وقراءة الفاتحة ترحما على روح الفقيد العزيز بسم الله الحمد لله وأنا أستأذنكم في أحد شيوخ مجلس الشيوخ يرغب يرغب حياة فيه التعبير عن ما يجيش في نفسه سعادة تمستشار فرق الدوري فليتفضل صاحب المقام الرفيع معالي المستشار الجليل رئيس المجلس الأجلاء أعضاء مجلس الحكماء وضارت الأيام صراعا وعدنا إلى مجلسنا ونحن في رحاب شهر يتيه على الزمان فيه يوم خير من ألف يوم يوم السادس من أكتوبر يوم أعد فيه جيش مصر الباسل إلى مصر أرضها ومكانتها وقدرتها بين الأمم عدنا إلى مجلسنا وقد ازداد بهاء بفضل جهود معالي الأمين العام المستشار محمود إسماعيل عتمان محمد عشان بس غلطتي في المرة السابقة يعاونه معالي المستشار عمري يسر وفرسان الأمانة العامة هذا وقد سبق أن تمنيت في ختام الدورة السابقة أن نعود إلى مجلسنا غير منقصين وقد شاءت إرادة الله ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه أن يصطفي إلى رحابه رجلا من أعز الرجال وأنبلهم خلقا وأرفعهم مقاما وقدرا وأصوا المرحوم محمد عبد المنعم قرشي أسكنه الله فسيح جناته وبه يكتمل من فعضوا إلى رحاب ربهم من مجلسنا أحد عشر كوكبا رضي الله عنهم ورد عنه معالي المستشار الجليل لقد عدنا لتزداد المنصة وقارا وقدرا باعتلائكم لها ولنستمتع بعلمك وخلقك وحلمك وحزمك وبأسلوبك المنفرد في إدارة الجلسات لا تفرق بين أحد منا مهما كان انتمائه الحزبي أو كان مثلي مستقلا عدنا لأزداد علما وقدرا لانتمائه إلى هؤلاء الصفة الأجلاء من أعضاء المجلس من سيدات عالمات فضليات وشباب واعد وصاعد ورجال أحني قامت احترام الألمهم ورفيع خلقهم أما أنتم يا معالي المستشار الجليل محمود فوزي فالبرلمان ليس بغريب عليكم فلقد سبق أن تقلدتم فيه منصبا رفيعا هو أمين عام على مجلس النواب المغقر وكنتم نعمى الوقين الأمين وكذلك وسيرتك العطرة تشهد أن العديد من النزارات والجهات عالية القد قد تسابقت للاستفاد من خبراتك وعلمك وقدرتك وكفاك فخرا أن اصطفاك زعيم البلاد فخامت الرئيس الجليل عبد الفتاح السيسي لتكون رئيسا لحملته الانتخابية فأهلا بعودتك إلى البرلمان وزيرا لخير خلف لخير سلف وقبل أن أنهي كلمتي يا سيادة الرئيس أكرر وجاء إلى وسائل الإعلام الوطنية وإلى صاحبة الجلالة الصحافة مصر أن يزداد تغطيتهم لجلسات المجلس والإيجان وأمل أن يطيل الله في أعماركم حتى ترون جلسات البرلمان تدعو على الهواء مباشرة وختاما إلى دورة برلمانية نبذل فيها أقصى ما وسعان الله من جهر ولتكون مسك الختام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا سيد النائب أبو النجا المحرزي في رفاء المرحوم الزمير رحمة الله عليه فضل بسم الله الرحمن الرحيم إن لله وإن الله يراجعون كل فترة من الفترات ننعي أخ وصديق عزيز غالي علينا والنائب محمد قرشي حماد قرشي له علاقة خاصة بنا لأنه من أسيوط وكان أخيه وشقيقه ورئيس مباحث شمال القنى وكانت تربطني به علاقة اتصال دائما به ولأنها ابن عمي أنا مدير مرور أسيوط فكانت هناك علاقات متبادلة بينه وبينه رحمه الله رجل شخصية عظيمة وفقد المجلس هذا الرجل ونتمنى من المولى عز وجل أن يتغمدوا بمزيد من رحمته وأن يلهم أهله وسويه الصبر والسلوان ولهمنا الصبر إن لله وإن إليه راجعون شكراً سعدة النائب أسادة العضاء والآن أعلن خلو مكان المرحوم السيد النائب محمد عبد المنعم زين قرشي عضو المجلس عن دائرة أسيوط أسادة العضاء تخذ المادتان أربعين وواحد واربعين من اللياحة الداخلية للمجلس بأن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور إنعقاد عادي في الموعد الذي يحدده ترشيحات العضاء لعضوية اللجان ويجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس وأعمالاً لمقتضى هذين النصين أرجو ممن يرغب من أسادة العضاء في تعديل عضويته من لجنة إلى أخرى التقدم بنفسه بطلب مكتوب لمكتب السيد المستشار الأمين العام على النموذج المعد لهذا الغرض حيث لا يجوز التوكيل أو الإنابة في هذا الشأن وذلك خلال ساعة من انتهاء جلسة اليوم حتى يتسنى لمكتب المجلس إعداد القوائم التي سوف تجري انتخابات مكتب اللجان النوعية للمجلس بمقتضاها قبل عرضها على حضراتكم لإقرارها في الجلسة القادمة علماً بأن السادة العضاء الذين لن يتقدموا بطلبات لتعديل عضويتهم من لجنة إلى أخرى سوف يتم اعتبارهم مستمرين في ذات لجانهم التي كانوا أعضاء بها في دور الانعقاد العادي الرابع والآن ترفع الجلسة وتعقد الجلسة القادمة إن شاء الله الساعة الحادية عشر صباح غد الخميس الموافق الثالث من شهر أكتوبر الجاري ترجمة نانسي قنقر